موسيقى من ولاية نعامة وعد المرشح الحر للرئاسيات عبد المجيد تبون التكفل بانشغالات الشباب والمرأة الريفية ومرافقة الموالين في حال أصبح رئيسا للجزائر بعد الثاني عشر من ديسمبر الموال لليوم رح يعاني ويوعده بالأخص في وقت كيما هده انت عشتاء ومنين اللي يعني الشياء هده هو الوقت اللي نجيب فيه والنعجة ضعيفة لان ما كلاش لاش عير لولو الأمور هده ناخدها بعين الاعتبار لان الفلاحة والتربية المواشيه هي الاقتصاد تعنا الاقتصاد تعنا ما شي قدوا يحبس حسيم السعود نصبح وناكلوا في الحم بعضنا بعضنا بات لانتكلموا عن الحلفة عندنا يعني اكبر قصد في المغرب العربي وفي افريقيا نتعى الحلفة المرشح الحر اكد ان الفلاحة اسس الاقتصاد واعدا بصون كرامة الطبقة الهشة ومحاربة البطالة مع اقحام الجامعة في تنمية الاقتصاد ولازم الاقتصاد تعنا يتوجه الى امرين قوة الاقتصاد قوة الجيش والمغبونين والطبقة الهشة لازم نصول كرامة تحق ان شاء الله يا رب ان شاء الله 12 ديسمبر كل كبار وصغر قاعد نمشوا الاتخابات للتسويت وان شاء الله الاقتصاد تعنا يعاود ما تخليوا مش يدخلوا لكم الياس اقسم بالله العظيم اربع ايام مضت من الحملة الانتخابية بحث فيها تبون استمالة الناخبين لاختياره رئيسا للبلاد بغية السماح له بتجسيد برنامجه وتحقيق وعوده ببناء دولة ديمقراطية